أول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كنت متزوج وانفصلته معايا منها بنت يعني معايا من طريقته بنت ولما انفصلنا جيت أخد البنت قالتلي دي مش بنتك وقالتلي أكتر من شخص نفس الكلام وزرعت الشك عندي وانتهى الموضوع أني أخدت البنت بس مش حاسس تجاه البنت بأي مشاعر مشاعر أبوها بس هذا الكلام بسبب هذا الكلام أعمل إيه أول حاجة حسبنا الله أن أعمل وكيل في اللي بيعمل ويفسد حياة الناس هي تصورت أن هي ممكن تنتقل منك كده تنتقل منك إزاي أن تخلي حياتك تتدمر لأن واضح أن أنت أنت قلت أن أنفصلت منها عنها ولما حبيت تاخد البنت يبدو أن أنت أخدت البنت كمان بطريقة قصية الطريقة القصية دي هي اللي خليتها تنتقم منك وقد تكون أخدت البنت كمان عشان هي راح تتجوزت مثلا فأنت أخدت البنت مثلا أو أخدت الجنة لأنها تنزلت بحضنتها لك الخلاصة أن ده أحد أشكال الانتقام أحد أشكال الانتقام الكلام اللي عملته ده حرام عليها وده باطل والشرع اللي لا يلتفت إليه ليه؟ لأن الولد للفراش البنت دي بنتك بدلت ولدت في زواج صعيح يبقى هي البنت دي بنتك لأنها مولودة في زواج صعيح طب والستة عملت كده ليه؟ بتنتقم منك تريد أنها تفسد لك حياتك تدمر لك حياتك بس للأسف هي ما دمرت لكش حياتك أنت هي دمرت حياة البنت كمان بتسألني إزاي أعمل إيه وأعمل كده؟ قولي نفسك هذه بنتي وهذه المرأة تريد أن تفسد علي حياتي وليس هناك من يمنعني من أن أنا أضم بنتي ليه؟ والشرع هو اللي اداني حق أن البنت دي بنتي ليه الشرع يداني الحق أن البنت دي بنتي؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر يبقى إيه اللي حاصل؟ دي بنتك تبقى الست دي كدابة كدابة وهي كده ممكن تكون بتاعترف على نفسها بأن هي لو كانت متزوجك والبنت دي مش بنتك وبنت حد تاني يبقى هي بتاعترف على نفسها بالزنا على طول بس البنت دي بنتك ولا يستطيع أحد أن هو يدعي أن هي مش بنتك يبقى لازم تفهم كده ولازم هي لو قالت لك كده وخلت الكلام ده ينتشر أنت ممكن تعمل معها إجراء قانوني عشان بنتك دي ليه عرض مش حقها إن هي هي تعمل اللي عايزة في نفسها وربنا حاسبها ويه حاسبها الله حاسبها ويحاسبها على ما فعلت من حرام مش قزي الزنا لكن على ما فعلت من حرام من إرادة الانتقام منك في هذه البنت وعشان كده إيه اللي حاصل هذه البنت بنتك أنت هي حرة بقى بقى ما عنداش أي شيء بيه تقول إن البنت دي مش بنتك فدي بنتك ومين اللي قالك إن هي بنتك حضرة النبي الولد وللفراش طب والست والإدعاء الكاذب أو إدعاء كاذب ولذلك الشرع الشريف مش عايزيب أعراض الناس وعلى عايزيب أولاد الناس يتبهدلوا البهدلة دي ولذلك إيه اللي حاصل بما إنه ما بيسبش الناس تتبهدل البهدلة دي فالولد وللفراش وإلا كان عايزيب الناس اللي قلوبهم سودة بالانتقام ده تبوز حياة الناس وتنتقم منهم وذلك ما تستمعش لده وحاول شيئا فشيئا تقرب من بنتك وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى عايزي شرح صدرك والبنت دي بنتك محدش يقدر يمنعك من حبها ولا يمنعك من قربها يا رب ربنا يهدي لك الحال وإن شاء الله تكون في خير حال ويجعلك إن شاء الله دايما في سعادة وتسعد ببنوة بنتك إن شاء الله اشتركوا في القناة